خلافا لكل التوقعات رصاصة توصف بالأخيرة صوبها تحالف الانقلاب في جسد مشاورات كثيرا ما عادت إلى ما قبل نقطة الصفر إذ نسف تشكيل الحوثيين والرئيس المخلوع ما أسموه بالمجلس السياسي أي أمل في التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب الحكومة اليمنية في بيان لها اعتبرت أن ما يقوم به الانقلابيون يعكس حالة من الصلف والقطرصة وعدم احترام الأمم المتحدة والمجتمع الدولي والدول الراعية لمشاورات السلام الجارية وعدم جديتها في الوصول إلى حل سياسي ينهي معاناة اليمنين ردود الأفعال الدولية تسارعت افتداء من تصريح المبعوث الأممي الذي قال إن الإجراءات الأحادية التي اتخذتها الميليشيا وحليفها تعرض التقدم المحرز في مشاورات الكويت للخطر علاوة على كونها انتهاكا لقرارات مجلس الأمن والمرجعيات ذات الصلة مندوب السعودية لدى الأمم المتحدة عبدالله المعلمي قال إن الأمم المتحدة ماضية في تنفيذ قرار مجلس الأمن 22-16 مؤكدا أنه ليس بمقدور الانقلابيين الإفلات منه فيما اعتبر وزير الخارجية الإماراتي أنور قرقاش أن إعلان الانقلابيين للمجلس السياسي تخبط جديد يدفع حسابه اليمنيون ككل وأن تشكيل هذا المجلس محاولة يائسة لمن انقلب على النظام الشرعي وساق اليمن إلى العنف لا يمر يوم إذن إلا وقلص فيه الانقلابيون من فرص الحل السياسي لتتقلص مع ذلك أحلام اليمنيين اتباعا في إنهاء حرب دفع ثمنها شعب لطالما أراد الخروج من عنق الزجاجة